فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود لا في الإثبات لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه نعم فالإنسان يجب عليه أن يتوقف عن ما لا يعلم لأنه لا يعلم كل شيء فإذا خفي عليه شيء فإنه لا ينكر لكن يتثبت أولا لا يستسرع في الإنكار حتى يتثبت لأنه ربما يكون مع المخالف وجه من الصواب فإذا أنكرت ما معه أنكرت الحق فالواجب في هذه الأمور التؤدى والتثبت والتروي قبل أن تنكر ما مع الآخر